ضمن جهودها الرامية لتوفير البيئات المرورية الآمنة على الطرق والحد من الحوادث المرورية عززت مديرية الأمن العام من انتشار دورياتها الرقابية الآلية والمتحركة والثابتة والمزودة بكاميرات الرقابة على الطرق وفي مختلف محافظات المملكة يأتي نشر دوريات الرقابة المرورية الآلية والمزودة بكاميرات الرقابة لغايات رصد المخالفات المرورية المتحركة لا سيما الخطرة منها كالسرعات العالية وتغيير المسارب والتنقل بينها أثناء القيادة بشكل مخالف وعدم التزام الآليات الثقيلة بالمسير على المسرب الأيمن من الطريق وغيرها من المخالفات تنفيذاً لتوجيهات قيادة الجهاز الأمن العام لتوفير البيئة المرورية الأمنة وسعياً لرفع مستوى السلام على الطرقات تقوم الإدارات المرورية بجهد رقابي مستمر لدينا الآن مزيد من الآليات بالصفة المدنية بالإضاءة إلى أقسام المباحة المرورية التي تقوم بدورها برصد مخالفات السرعات وتستطيع من خلال الاستعانة بوسائل التكنولوجيا المتطورة أن ترصد مخالفات تغير المسارب أو عدم الالتزام بالمسارب أو استخدام الهواتف الخلوية وهذا كله يسعى إلى ضبط عملية المخالفات وحصرها في أقل عدد ممكن حتى يكون لدينا مشهد منضبط مرورياً يوفر السلام إلنا وأبنائنا وسيسهم توفير هذه الدوريات بتوفير الحماية لمستخدمي الطريق من الممارسات والمخالفات المرورية الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين تكثيف الرقابة على الطرقات بحد من حوادث السير وبحد من المخاطر التي تكون على الطرق الداخلية والخارجية أنا كسائق بحث على وجود كاميرات بعدد أكبر في الشوارع لأنه هذا بالنسبة لإلنا رادع لإلنا كسائقين فوجود الكاميرات بساعد على أن نوقف الغلط ويكون رادع لإلنا عشان نحمي حالنا ونحمي السائقين وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء القيادة والبعد عن المخالفات المرورية بكافة أشكالها حفاظاً على سلامة الجميع